اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرصة طيبة الى كمغنم لقاء مرة تانية في هذا المسجد العامر دائما ونحن نتذاكر ونحن نعرض فكرنا ونعرض ما يهم أمتنا وما يهم تاريخنا وما يهم مذهبنا وما يهم أصلتنا في المحاضرة السالفة سيولغ في موضوع جهود الإبادية في التأليف حول لغي لكر أدوشيقة الصورة حول ما قدمه الإبادية عموما في قضية التأليف وما هي مناهجهم وقدراتهم في ذلك وما هي إنجازاتهم العلمية ولو أنها تحتاج إلى شيء من البسط فإن شاء الله دائما فقد سأل الله سبحانه وتعالى أن يسير لنا من الوقت إن شاء الله ما نبسط فيه الحديث فربما في اليوم السوء يعني لكوسيقة السيلة حول بعض الجهود التي نقوم بها في محاولة تحيين يعني ومواكبة العصر في أين لني التواري في الإبادية أين لني التواري لكي يقول حد هذه السن خطر يغلب ميدن ربما حقيقة أنت يتسألون أو لن يغلب ميدن بحكم انشغالاتهم تجارة حد للإدارة حد لله يخدم في من سربة يعاون كل حد اللي يقول ميدان ربما إلا وسيل اللي يبعد في ميدان بسي التأليف والكتابة ليقر ليتسأل ليتبذل له إلى الدين نحمل لك بدلا للشغول بطل كنتاري بطل يطبع يقنش رضي الله هاني وليم برقب ولد الحي هاني كادا حقيقة يعني نسرش في من أنه ولدي سيقل نعني تقسر ولكن إن شاء الله نحاول يعني برغبة الناس وب يعني يقوم بهذه العروض التي تقرب تقرب طول الموضوع من ميد السوء يعني يقدر ربي كل سقوة نزقها إلى سلطنة عمان نحضر المعرض الدولي للكتاب هذا المعرض الدولي للكتاب الذي يقام في سلطنة عمان ديما يتقى الأسبوع الأخير أو اليومين الأخير من شهر فيفري وبقية الأسبوع الأول من شهر مارس ديما تقرب يتطف يقلم ويقار خطر المواعيد الدولية للكتاب في العالم دائما قار منه بشكادي عد كل الناشرين تسلم المواعيد من مغزوان إلى الأردن والإمارات ونكادا ونكادا كده عديس مواعيد يقن بعد يقن المهم هذه الفرصة فرصة المعرض الدولي للكتاب بسلطنة عمان هامين سقويس خطر الحقيقة تقنع نقدم التجمع من الكتب الإباضية التي يعني أين لني توري في الإباضية هي فرصة ثانوية أن نفؤ كل أين توري في الإباضية أولا ربما وصي من العمانيين أتنفو كل القاعتقة كل أتنف عرب من الكتب نسي قعب لك للشرق للغرب كده أتنفو كل مشمولين كذلك الدور العربية يعني العرب اللبنانيون السوريون المصريون حتى الشيعة الإيرانيون أي كان وصي لتري في الإباضية مع لتحاول لنشر بعض الدراسات الإباضية من ينشر ولذلك حاول هذه الكتب ولذلك نجدها متوفرة لماذا لأنه نقدم دور في هذه المدن مبالغ ضاهظة جدا في الذهاب من دولة إلى دولة والبحث عن دور النشر في هذه الدول ولكن المناسب تقعر سبحانه وتعالى أن شنق وكل أضعر لما تنس هذا أو ثانيا ثالثا فرصة المعرض يعني التاريخ المعرضي تكون عن السباق إلا كون المشروع في طباعة أي كتاب ماذا بها هذه معالة التي سفقت في معرض الكتاب باش كاسينز ولذلك هي فرصة للسباق لإصدارات الجديدة كلها تقع هناك ولذلك نتحول إلى نجمع إلى هذا الوطن المبارك إلى الباحثين والدارسين ما تجود به أي من لم يتوضع لتوري في المذهب ما ماذا بين أتنس بين أيدي الباحثين أتعز من نقدمت يعني أتعز من حاول أتنقش يعني يعني وبذلك يتطور فكرنا أنا عد أنت على الأقل لك نتحقق التواصل بين العمانيون أو غير العمانيون حد وردنا لأن التاري غفنغ باش كان نسبة للتاري النغ وسيل سيت والتنغ إلا التاري لنطبع نسأة عمان لنطبع نسأة خاطر أهل العمان يعني يتشوقون كثير إلى الكتابات الميزابيين وسيل التاري ماذا بيهم أصدر عن الكتوب ستعد ما هي أهداف هذه المحاضرة هامي نخسر نجون العرض دائما أكرر تتوت ما أونلي نتسلى بهذه المحاضرات وهو لكنا نقيم جار ستان نتسكر نغ دينتنات سننسي لكشرة خاطئ يضموني لكل شيء هدف وكل شيء رسالة لكنا ازدن لكشرة مهم يعني لكنا محاسبين في الوقات نغ كل تطقيقية ولذلك مهم جدا نذكر بعضنا نغ تحاول نذكر معاهم باش كنتبع هذه الإصدارات وضعت حوالي تسعة محاور تحاول أدخضع غفص في يعني أهداف هذه المحاضرة أولا التعريف بالمنتوج العلمي الإباضي أما نغ في المقدمة يغلب في الحقيقة يعني نتمنى من شبابنا ومؤسساتنا يعني هذه عاد غر نغ نشر الدوري أن عاد ننتي لت المجتمع أن غ يقرب الكتاب المدن يعني يعني يعزم بات تخصدار المتقف بات تتشر دارك أسا غ يرزم تطاول سل الدنيا ماذا بيك هذه عاد عال الأقل يرقبك تخزن الكتب يتصفح الكتاب يضحى الكتاب يخز الكتاب يعد بالعقل بالعقل يستقم دكت الصورة يتزع لك مع الكتاب أن يطلع يعزم يتكرم وهذه ربما إلى سد المتقدم الربعين الخمسين عام ربما يرقم لكتاب نظر دكت الظاهرة خاتي التوحد ولذلك مهم جدا أن نعرف بالمنتوج الإباضي كذلك من أهداف المحاضرة التعريف بجهود الإباضية في التأليف اللي 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 تاوي البلس باللي إباضية واللي تارين إباضية واللي بحتن إباضية بتاوي دجديد ما لن نعلم دي قاشر دجدي توري حقيقة اللي دي دراسات وأبحاث مهمة جدا يعني الجديد وبالذكر أتنس بتاوي كذلك عاد غرس المل أدي عدي تشجيع باش كنس بلي تاروان غلان تاني باش كتن شجع في يعني في هذا الموضوع تالتا سبل تعاون يعني إلا ماذا به إلا غل من نشر الكتوب النغيات تشوق للفكر الإباضي ليرقب الفكر الإباضي دي قنح دي قتل مادة دسمة ومهمة وبكر فيها الكثير من الأشياء وفيها كثير من المعارف ولذلك عاد نحقق الجنع التعاون في سبيل النشر والتحقيق إلا وسي إلا يعني بعض الدور النشر لم تعاون تلمحقيقين إلا وسي التحقم ثم وكذلك نشن ننغ هذه عاد غير نغي القنع سبل توزيع الكتاب الإباضي هذه عاد الكتاب النغي الإباضي ماذا بينا اصدير لك نغي تزمن على طرف سيما ننغ لك نغي في أبجاديات التحقيق والنشر والتوزيع يعني نشن ننغي تنظر الحمد لله لدي صنشار لدي كذا مهم جدا ولكن نزمة تسنب للتعامل مع هذه القاضية لازدير محلية تسمى لك ننطبع الكمية إيمان أي باحثنا أي ناشر يتخمم دخم هذي طبع يقل لك توب مدنو العزم مدنو السيغ هذي عاد يقل ماذا به هذي طبع اللي بيحتسنا ولذلك مهم جدا نشيعوا فكرة المطالعة والتحقيق بشكل عدم وني دي قد في تسنب هذي عاد غير نتسن لبعض من الدور النشر العربية من لبنانيين وسوريين ومصريين ومغاربة وتونسيين وإماراتيين وكويتيين لن دور نشر يمال ونفرط الدخوان تتسع لك أصلا نجمن جمعات نتعاون إلى أغل نشرنا والكتوب هذي عاد الكتاب اللي غيروجه في العالم الإسلامي هذي عاد مدنة السن مدنة اللي باضية بتد الفكر نسن بتد الدراسات من خلال ربما يعني نستفيدهم رابعا الاستفادة من بعض الأفكار بعض الأفكار اللي أنتم مهمة جدا ربما لبعض من الشباب اللي غيرت نتبنن متى نمان يعني يعني يقن الجماعة مثل سن الباصيرة هذه الجماعة من الشباب غير سنقلموقع يعني الجينت خاص يعني انت بدنت بنشر محاضرات سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يعني كل المحاضرات سبت قنحد دي تكل بدي السن في الشيخ الخليلي أي شي يعني من المحاضرات استقدي من أين من التصور هذا الموقع مثل موقع بصيرة هذا يفديس العشرات والعشرات من المحاضرات السمعية البصرية اللي سماحة الشيخ ثم بعد ذلك كمل ديس المشائخ المشهورين في عمان من الشباب والكبار يعني إلى حقيقة موقع مهم جدا إنه حاولا آدتهم في ميدان النشر الآن نسوفهم بعض الكتب للدراسات أبدأ نشر زيادة على نشرهم لأفكار المذهب الإباضي عن طريق السمع البصري وكذلك عن طريق الكتاب الإباضي خامسا الوقوف على منهج الإباضية في التأليف في العصر الحديث يعني ربما يجن حد يتبادل له لذين أن بتنميس الإباضية لاتفكري للمخطوطات لاتفكري للمطبوعات لاتفكري ولكن ولس ينبلي الإباضية لنتاري نمارو ولذلك أما شنا أدي قديش قننع بشكري تطور الفكر نا الفكر بشكري تطور هذي تطور المطال عد النقد هذي عد العلمات بعضهم كل حدي تسمى التالي مهم جدا إلي نقف على هذه المسلم كما قلت سادسا إثراء عملية النقد الملاحظة سابعا كذلك أن نكتشف الوقوف على كتابين غير إباضية حد هذي هذي هل الدرش الإنصاف للتالي نتوطع 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 في القرون الأولى في القرون الأولى في الدولة الأموية أسفه اللي باضية قط اللي باضية أتهم النسنس الخوارج اللي كتبني غلي إمارو لن توطبع عشرات المرات لن توطبع بحلة جديدة لن توطبع غلو السود وشا إنه دواني التوالين تقدم إمارو لن كتاب وباحثون جدد نفو الدراسات نسن الدراسات بين أيدي الباحثين أم نرقب إمارو هلين لن توطور إلى غسل العقل لن تخدم العقل نسن طالعا بش نشين الباحثين ضد كتيران نغتوط هذا معامل مع هؤلاء يرشدونهم إلى الصواب وإلى الحقيقة أن نسن إمارو عملية نشر الكتاب هلو نميد نستفيد لن تعقل رؤية نسن في الإباضية نغز هؤلاء لن دور نشر ربما لتطبع أضعاف مما يطبع الإباضية بلكي نديز و هذه تطبع 3000 4000 ربما بعد الكتب تطيل إلى 5000 سغاد يقل لك تبع ديست تهم للإباضية خمسة آلاف نسخة للتوزع إلى ديقش لن لا يخدم وكذلك هو شيء مطبوع يزمن على الدخن ولذلك نقف على هؤلاء الذين يكتبون من جديد تامنا ما يعرض في المحاضرة خاصة يعني والتفغ من سنة 1400 واماشنغ 2014 كذلك يعني من خلال ربما هذا العرض إذا كان أنشجع ما شتوت نغتشجع الكتاب والطباع والبحث العلمي ربي سبحانه وتعالي اللوسي ربي سبحانه وتعالي نعم غفص يسر غفص ربي شسيت لي شس كذا أدي عاون في النشر لأنه هذا النشر لكلام الله سبحانه وتعالى ضنشار الدين ربي شحانه وتعالي ضنشار العلم السلة غير من الكتب تصل إلى القرن الأول من لدن عهد جابير بن زين تيران جابير بن زين تيران الإمام أبو عبيدة تيران الرابع الرابع بيلا القبرص اللي موجود في مدينة سحار يموت يلقى غابر الأزمن بس الكتاب السلاحي وغدع أزمن أنبتل يرقب جابير بن زين بفضل ماذا وشي مسلم في قضية تتبع داس البحث السنات بضعة لكن تخلت داس الذكرس خاطر تريعيات مثل كتاب النديعيات طبع عدة مرات السولة غير من غامشوني غشي غام المثال الأقصى لكتب جابير يردنا نظر لكتب أبو عبيدة والرابع ومحبوب بن الرحيل وسلمة العوتبي محمد العضل الكنديد العلماء يعني في المغرب الكتاب الوضع اللي لأبو زكريا الجنوني في القرن الخامس السولة المعتمد يعني كل هؤلاء العلماء لك المعزم الفيكة السنة كانت ملادا نرقب بالتونين ننتين موتنا في القرون الغابرة يعني سوف يرجع الفضل وتدخل الحسنات والأجر في من كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في نشر هؤلاء ولذلك نشجع يعني النشر العلمي في هذه القضية عندني ربما وضعت هذه الأسباب في قضية يعني الهدف المحاضرة تصنيف العرض ربما يعني خطر ربما أتلهم بالسي مع الصور والكتب والواجهات بشكاد عدغ بالسي نوعا ما بشك إن شاء الله نحاول ربا غني وفقي لك نوفس الوقت إن شاء الله اللي تتوش نود أخصغ أو النشر عشرة محطات هتنتعز مقدام عالت في هذه المحطات اللي كان يننوا هذه المحطات عبارة عن دور نشر نتنين طبعا يعني الكتب في هذه الفترة في 2014 أولا مساهمة وزارة الأوقاف الإباضية وزارة الأوقاف بسلطنة عمان لها مشروع مهم جدا في قضية تباعة الكتاب الإباضي يوجد بها سن الأقسام في وزارة الأوقاف سن الأقسام اللي يقل قسم قام اسم مكتب الإفتاء هذا المكتب تابع لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تساغل الكتب المهمين اللي نتوطب عن دجديد نحاول المذهب الإباضي توزعنتن مجانا وخاصة للباحثين والدكاطرة والجمعيات الخيرية في العالم قاعد تبعنا سن توزعنا سن باش تعرف المذهب الإباضي وكذلك كل من يزور السلطنة ويزور سماحة شيخ هدنس هذه الكتب كذلك في القسم الثاني دائما في وزارة الأوقاف هناك مكتب وزير الأوقاف غرس مشروع لتباعة الكتاب الإباضي إلا يقطع القنشوت مهم جدا ثانيا هناك وزارة التورات والثقافة هذه يعني عمانت جوكت الوزارة خاصة بالتورات والثقافة غرس سن الأقسم من قل قسم يهتم بالمباني والقلاع والمساجد القديمة والترميم وكل هذه الأشياء دي قل قسم وذلك يتهتم بالتحقيق للتورات قسم آخر وكل يعني الوزارة التوزن في سن يعني في قسم التحقيق والتورات والنشر والمخطوطات لتطبع يعني كل ما هو تورات من المخطوطات غرس دي كونترا يعني تعاقدات مع باحثين سواء إباضية حتى من وادي ميزاب والعمانيون وغير العمانيون إلا برسن غرسن تحقيق المخطوطات تشرتن ثالثا أول موقع باصرة هؤلاء الشباب جزاهم الله وخير إلا حاولا أدوشن يقن نمودي رابعا ذاكرة عمان ذاكرة عمان دي قن شباب جيني قتل مؤسسة تسمى ناس مؤسسة ذاكرة عمان يعني كل ما يهم عمان يهتمون به سواء من جانب المادي أو من جانب الكتابات في هذه المرة لأول مرة الطبعا مجموعة مهمة جدا من بحوتهم القيمة يعني يعني نون شباب خامسا العصاميون هناك مدن إلا نقول أوهو تبعين لا يكتل وزارة طبعا على حسابهم الخاص يعني قوضات باحثون دكاترة ربما أتنسك سادسا دراسات فكرية ونقدية أتنسك دعا تنقب تحته أنه هذا العلوان دراسات تتناول نقد وفكر يعني دراسات في الفكر الإباضي ودراسات نقدية حول الفكر الإباضي سابعا دراسات تاريخية تامنا بحوت فقهية متخصصة تاسعا الثقافة المغربية في عمان يعني حضور لكتوب أهل المغرب نشنين في عمان عشرا أقلام غير إباضية حادي عشر مساهمات لكاتبات الإباضيات يعني في عمان ديسيكت الظاهرة مهمة جدا ديس يعني كم لا بأس به من الباحثات إلا انعزمنت خاصة في معهد العلوم الشرعية هذا المعهد معهد العلوم الشرعية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية معهد متخصص في تدريس المذهب الإباضي فقط يعني يسعزم فقط المذهب الإباضي الذي يسحوالي السوك 480 طالب وكذلك ديس الجنح يعني النسوي يسعز من اسم الديت يعني كم لا بأس به من طالبات إلا انت زاول منت الدراسة اسم الديت هؤلاء الباحثات ينهين دراستهن في أربعة سنوات تخرج من البحوت كثير منهن توطبع عن الكتب السنتي اللواسي من يعني من أولئي الباحثات ربنا تحفظ الكتب السنت نافذة يعني يتوطبع لخامس ولسادس مرة قال غموني هامي يتوط مشكلة السنتي تتوط حتى نحن لنغرنغ من شاباتنا وبناتنا المتفوقات لنعزمت في مؤسستنا الحرة لنطبع لنخدمت بحوت جديرة ومهمة أن يقلغر السنت نطبعها سنت البحوت نسين مشكلة يعد أنت نتحس بلي لغرنغ شابات عالمات باحثات البحوت نسين تفقد ربما تضاهي بعض الكتابات تضاهي كتابات الرجال وليس ذلك على الله بعزيز إذن أمز وربما مباشرة إن شاء الله إلى العرض هذا الكتاب يعني ونيو من تباعة مكتب الإفتاء ونيو دكت المنظمة مسم صغيرة المراد في نظم الاعتقاد وني دكت المنظمة في العقيدة ونظمة الشيخ السالمي إشرحت سمحة الشيخ الخليلي في تباعة فاخرة جدا طبعتها الكتاب كتاب مختصر البسيوي ونيو من علماء القام الرابع ونيو ديقل كتاب نهم جدا إحققت كذلك إجاز تقديم استغفر الله سمحة الشيخ الخليلي وهو من الكتب القديمة جدا في الفقه الإباضي كتاب الفتاوى ونيو دائما لك نستويل في مكتب الإفتاء ونيو الفتاوى سمحة الشيخ بلغت ستة مجلدات يعني جمعت كل فتاوى الشيخ وصنفت إلى أبواب مثلا ونيو المجلد عند الكتاب السادس والأخير ما يهم الجنائز وحوادث المركبات لزاك سيدون وما يعني التسنجع من حوله وكذلك هنا في كذا ونيو المجلد السادس ونيو كتاب مهم جدا بعض الشباب كذلك طبعوه ونشرها في مسمس أسئلة مهمة في الرياضة البدانية يوجد حد دين اشتبت تصبر بطلن ديس من أسئلة ولذلك تسنبلي الحياة كلها تلعى مربوطة سدين ديس أسئلة مهمة جدا قدمت إلى سمحة الشيخ اختلاف المطالع وآثره على اختلاف الأهلة وني ديقل بحث مهم جدا يبحث الشيخ الخليلي فوصل فيعني فصل فيه القول في قضية الهلال رمضان ويعني والأشياء المسائل العلمية المحيطة بهذا الموضوع كذلك وني ديقل المحاضرة مهمة جدا ألقاه سمحة الشيخ قلمت قام في إيران يسمى يسبيان أثر الاجتهاد والتجديد في تلمية المجتمعات الإسلامية لسماحة الشيخ الحقوق في الإسلام كذلك لسماحة الشيخ وني ديقل الكتاب يصدر في 2014 مهم جدا يبهى كتاب فكري يرجو يبهى يعد كل إيقل إباضي يعني يعني يجو العرض يبهى يسمى الإباضية بين حراسة الدين وسياسة الدنيا يعني يعني يويد الإباضية كيف أنهم يعني أقاموا شريعة الله في مسألة الشورى والحقوق وحاولوا أن يجسدوا في مواقعهم في طول يعني إمامتهم يعني المنهج الخلافة الراشدة وكذلك يعني القضية السياسة كيف كانوا يحققون السياسة سياسة الخلفاء الراشدين سياسة الرسول العليسلام في أمور دينام وني كذلك دقا من الباحثين المقتدلين وهو العلمة سعيد بن بروك القنوبي رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤيتي الهلال وني ديكت الدرس الماجستير كذلك دائما لكيغفي وزارة الأوقاف وما طبعت وما نشرت من الكتب المدخل إلى الفقه الإباضي ديكتور إسماعيل الأغباري عندوني كيف كيف عندوني أورينطور الكتاب الإباضية بين حراسة الدين وسياسة الدنيا حقيقة نوني كتاب مهم جدا المدخل للفقه الإباضي يبهى أي إنسان لم يسغل نعد نقال ساعة ساعة الإباضية غلس خصوصيات فقهية هذه الخصوصيات يتحاول إلى جسم تمدخل في كيف بنى الإباضية وقضية الفقه وني ديك نسير بحيثين المقتدرين الشباب الجدد يسمى ماجد بن محمد الكندي هذا الدكتور يعني متخصص في المعاملات المالية يخدم يقل الكتاب بها يسمى الخلاصة في فقه المعاملات المالية عند الإباضية للنقطة هاو الكتاب يألف ديس حوالي ما يقارب ستين صفحة من المالية يألف باش كم رقب دائما خطر دائما ما علي التجارب وني يألف شاب يعني هذا الدكتور كان في ماليزيا يزور باش كالي ملقى مع الباعد مع الدكتور المشير الدكتور المشير في القتي يسافر يسافر يقيم تلك الفترة فالتقى ببعض الإخوة الماليزيين يعني لاني السورين قال لغرم النقص في يعني باش كنسن كيفة المعاملات المالية عند الإباضية في كده يقيم في تلك الفترة لمدة شهر يسجو مسير المشير في سيئلف ولكتاب يطبعت باش كنرقب الجدية ان الدن لنقضي عن الوقت نسن كذلك أرضف له كتاب موسع ولي كذلك من الباحثين والدكاترة المفتين ومشي تسلم باللي مكتب الإفتاة فيه دكاترة هم يتولون يعني قضية الإفتاة في سلطنة عمان وكل ما شيت الله يعني النتن وغير سماحة الشيخ سماحة الشيخ لغير اسمها كبرى ما استشكت قضيتك الماضية لتستوين انت ولكن القضايا العامة التي يسألوا عنها الناس ربما في الهاتف يتولاها هؤلاء الدكاترة ولي من اسم الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي مجهبات إتمام الصلاة كذلك ولي أنقذوني من الوسوس كتاب مهم جدا الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي ولي كذلك من الأساتدة والدكاترة دكتور أحمد بن سعود السيابي ولي مدير مكتب الإفتاة والمكتب الإفتاة لوني المدير معالم السيرة النبوية رؤية تحليلية ونظرة صحيحية غير صروقة مهمة جدا في سيرة الرصوص عليه وسلم ينقدس بعض المواقف صحات يعني مهم جدا لأن يطلع على هذا الكتاب كذلك يقل في كل كتاب سميس الدعوة عند الإباضية بين الماضي والحاضر دماء الشيخ حمد بن سعود السيابي كذلك الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي يعني يجرون البحث القصير البسيط ولكنه عميق جدا يبهى بسم السأط أصير القرآني لولاية الأشخاص والبراء منهم والبراءة منهم يعني يويد القرآن كيف تعامل مع مبدأ الولاية والبراءة داني قضية وزارة الأوقاف في مكتب الإفتاء قضية اشتاوت قضية امارات زوجة إلى مكتب الوزير مكتب الوزير يجو يقتل سياسة مهمة جدا ما ظنوا إن شاء الله أنها سوف تؤتي أكلها بلتي يجو مكتب الوزير يستقطب بعض البحيتين والدكاتير المتخصصين في بعض الجامعات الكبرى غير سنو مواضيع مهمة جدا بحتنتم بعمق وليو دي قنضى مصري مسمس أحمد أبو الوثاء وليو يخدمك الموسوعد في القانون الدولي والعلاقات الدولية في سبعة عشر مجلدا يقلف تد منتا زجيس عمان يعني بعدما اطلعت على هذه الموسوعد تلقات دخالية من آراء المذهب الإباضي تدجو معاسي تعاقد يألف هذا الكتاب يسمى أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي في ثلاثة مجلدات طبعا يعني إمارو اللغرمي يقول كتاب مهم جدا السوال في العلاقات الدولية يعني كيف نظر الإباضي وما هو رأيهم في أحكام القانون الدولي والعلاقات الإباضية في الفقه الإباضي يعني تندج المبادرة لتتفديس الوزارة في استقطاب هؤلاء الباحثين لكتابتي في هذه الموضوعات وني كذلك من نفس المبادرة ونفس المنهج وني دق من دكاتيراء المعروفين في مصر وهو الدكتور محمد كمال إمام وني يقرنس في مصر أب القانون أب فلسفة القانون يعني وني يقرنس فلسفة القانون متخصص ديس يقرن رجل حقيقة موسوعي وكبا جدا الوزارة تجمع استعاقد في عدة أبحاث وعدة دراسات تجمع استعاقد يقرنس في مئة كتاب إباضي مئة كتاب إباضي في ثلاثة مجلدات أولى المجلد الثالثة مش ديما يعني تتولهم أضع رضع الجزء الآخر باش كتسن كل الكتاب بتدس يعني من الأجزاء في هذا العنوان الوقت سبحان الله العظيم يا ربي يتوت يعني سوف أيتسمح أدك كونغ بسي مسرع حمول لك ويخصني تتوسعت لك أنا موجودين في الجمعية باش كسن شاء الله تحاول غا تكون مسرع جدا الحق تقول يقول الكتاب مدبية تسلمت بتد الكتاب وبتد المعنى ولكن الشرح ميزم المهم أني أقداني ومئة كتاب إباضي بدمية كتاب يعني يعبرون عن الفكر الإباضي من اللي دون جابر بن زيد إلى الشيخ بيود والتأريف يعني نقى نزل الوزارة يتجسن تعريف لهذه الكتب من الكتب ما يصل إلى 25 صفحة من التأريف يعني سغلت عزن دا تسند قد دكت الكتاب وبتا يستور حق دكت المفخار دكتشاء المهم جدا توني دكت المبادرة تدبتا اللي قل الكتاب من أكبر العلماء المعروفين عند فقه المالكية في الأندلس وهو الإمام ابن رشد غسج الكتاب بسم بداية المجتهد ونهاية المقتصر في جزئين معروف لدى المالكية وهو معتمدهم الوزارة تبدي الكتاب شهرته في العالم تشسر الدكتور محمد كمال إمام يؤبط تد إباضي بتدر إباضي كل مسألة تد الإمام ابن رشد يتبعد الأقوال للمذاهب الإباضية كل السرست في هذا الكتاب فخرج في ستة مجلدات في هذه المبادرة داني إنه البحوت ندوة تطور العلم الفقهية في عمان ونية وفقه الموازن والجديد الفتوى إنه الندوة تجد تكون استقطاب غلدي السلطنة عمان الوزارة تستقطاب زقي الباحثين والدارسين يقيمون ندوة فقهية من مختلف المذاهب وهي مبادرة مهمة جدا لتقريب المذهب الإباضي إلى بقية العالم شوني التدوين الفقهي القواعد الشرعية التأليف الموسوعي المقاصد الشرعية التقنين والتجديد فقه التوقع الفقه الحضاري فقه العمران ندوة الفقه النزامي الاجتهاد في الإسلام الخطاب الديني الفقه الإسلامي في عالم متغير وني أنتنين ندوة استغفر الله 12 ندوة في 13 وني دي قمت المبادرة جيت اللي هو لطلبة العلم تخدم كشكول للمراجعات في العقيدة والفقه وكل هذه الأشياء أنزو إمارو إلى وزارة التراث هذا الكتاب قصص وأخباره جرت في عمان من المصادر التاريخية المهمة في عمان التحقق في هذه السلام عمان عبر التاريخ في ثلاثة مجلدات للباحث سالم بن حمود السيابي وني يموت في 96 أفي 93 يموت من علماء الكبار في عمان وزارة تبعاث هذا الكتاب وهمه كتاب مجدا وني من العلماء الكبار في عمان وهو الخليل بن أحمد الفراهدي الذي وضع علم العروض في العلماء إمارو كل مدن في المعمورة من يتعامل مع اللغة العربية يتعامل مع علم العروض من وضع علم العروض هو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني. وانيو دق نسي الكتب السيلا يتوخدم. وانيو دق الكتاب مهم جدا في تاريخ المذهب الاباضي يسمى كشف الغمة الجامع لاخبار الحمى لسرحان بن سعيد الازكاوي. اه وانيو. ادنى سي مارو الى المجموعة التانية وهي مجموعة باصيرة. نقدام من وزارة التراث. اه توني مجموعة باصيرة. تطبع هذه المبادرة وهذه الكتب في اتباعها جيدة مهمة. وانيو ميزان القسط. وانيو دق الباحث مسم سعالي بن محمد الحجري. تناول فيها كل الاقوال في قضية اه اه الرؤية. قاعدني لان دالاقوال المذهب الاباضي. دالاقوال غير انها نقشتن في بحث مهم جدا. واني دقن البحث لالدعية مسعود المقبالي يسمى يستحتم تشسيم. بتيجو في هذه في هذه الكتاب. يبد اكل الكتب اللان السلافية الا ان سورنت في الذات مربي سبحانه وتعالى. كل جنحد يوصف الذات مربي سبحانه وتعالى سجن شراء. يبيت يسور داني. يبي يزد يروف شبه تسفي هذه الكتاب. يعني كل قضايا التوحيد وما يتعلق بالذات الالهية يبيت. بتيجو في هذه في هذه الكتاب. يبيت اولا يخسد بين يعني الانزلاقات التي وقع فيها الوهابية في قضية التشسم يعني الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى. يبيت الكتاب المقدس الانجيل. بتتغن القارن في الذات الالهية. الاوصف التغن تجلس يا ربي سبحانه وتعالى. رب الله يذكر في القرآن بانهم يعني كانوا يعني ينتقصون من ذات الالهية. ادي بالصفحة يعني الكتاب المقدس بعد تدبي الكتب. الا تناول انت القاضي قتني. القاضي قتني اللي يعني تجبط في القضية اتندبي في كل كتبهم بالصفحة والعلوان وكل في هذه الاشياء لنعلم ما خطر هذا المذهب على الاسلام وما يدسه وما يلن دس من قضايا خاطرة جدا يسمى يستحتم التشسين. وليو ناصر السابعي يخدم كتاب مهم جدا يسمى يسل الخوارج والحقيقة الغائبة. هذا الباحث يحاول اه 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 يبي اكتلمون ضمط بنانت يعني المحدثون هلا وهو الروايت نسن عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديثا مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الخوارج. يعني انبت الرسول الله عليه وسلم ليسيوا الفقر من الشدس المسمس الخوارج. هذه اوصفهم كده 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 في عشرات الاحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او انسيدوا يجو رسالة ماجستير يبيت كل هذه الاحاديث يعطل في الصناعة الحاديثية في منوش يعني الجرح والتعديل. الا من خدمة اهل السنة يريب كل هذه الاحاديث واثبت بالعلم انها كلها احاديث موضوعة ومكذوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الباحث يقلف ان يجل الكساب يسمى اسم من روائع من روائع السلف الصالح. اه كذلك واني دق نسي الباحثين ما اسم راشد بن سالم البصافي الرسالة الراضية في صلاة الاباضية. يوية كل المسائل الفقهية المتعلقة با اه اشكاليات الصلاة عندها الاباضية. دي ملكي معا توت البصيرة او نشمعتو اي ان هالي هولئي الشباب اللي نجي الموقع المحاضرات. واني يوية الكتيب سمنس ومضات فكرية لسمحة الشيخ. كذلك فقه الهواتف الذكية. او انشي لك مظيمة لك منطرار سوى البورطابل واننسي باللي اللي دي اسم مسائل فقهية. هذه الحلقة هي عبارة عن ثلاثة حلقات اجاب فيها الدكتور اه كهلان بن نبهان الخاروسي وهو نائب سامحة الشيخ يعني نائب نشي المفتي في حلقات سؤال اهل الذكر في اذاعة سلطنة عمان والشباب وثلاثة الحلقات خصص لبورطابل دلمشاكل البورطابل للوجيسير للبراطاج للشغول القاواني لندي اسم المشاكل حاولا يضعونه في هذا الكتب. كذلك حاولا طبعا يعني كتل علبة تخاصة بطلبة المراكز الصيفية دي كتل علبة طبسة تجي من قد تجي الكابسة هي عبارة عن موتون لغوية وعقائدية اه يعني اشتاو ده ماشي كم ترقب مكل يعني دي كتل بعض التبهاء ماشي نغتسويق الافكار ديس منظومات الشيخ السالمي سواء في العقيدة في اللغة شمس الاصول فاتح العرض والقوان في كشف الحقيقة لي من جهل الطريقة من ظن تنور العقول بلوغ الامل مباحث سنو من شمس الاصول منظومة غير كلمرات في نظم الاعتقاد يعني تبهاء الحقيقة يعني علبة واطباعة فاخرة خط واضح ادي نجم ايقن حد اتنتج انظو الى جماعة ذاكرة عمان او انشبابوا الا اه يعني اه مسمس وليو دقل مخطوط مهم جدا سن العلماء من علماء عمان ايقن مسمس خامس بن جاعد الخاروسي دقل سعيد بن خلفان الخليلي ايقن من جهابي ذات العلماء كانت بينهم مراسلات فقهية مهمة جدا يعني ايقن قن السلطان الشيباني ايقن من باحثين المقتدرين في عمان يحقق قول كتابه يطبعت وليو كتاب التعارف لابن باركة البهلوي وليو من قن الرابع يحقق كذلك هو الكتاب يطبعت وليو القصائد العمانية في الرحلة البارونية مشي تسلم الشيخ سليمان بشر باروني بعدما انحصره الطليان يرول الى يعني بعد المحاصرة سيتوزنغل تركيا بعد تركيا ذهب الى سلطنة عمان بدعوة من العلماء والاهمة العمانيون منهم الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي يزوى الشيخ سليمان بشر باروني استغفر الله في العشرينيات سنة 1924 يقن ديس قرابة 16 سنة في عمان يعني يسلحوا اوضاع عمان فالقيت في حقه قصائد مهمة جدا يتكتشف دول مقطوط يتحقق يتوني كتاب المبتدى رسالة في علم الفلك تفسير آية البر آآ كذلك توني رسالة في معرفات كتب اهل عمان آآ اللمعة المرضية من الشعات الاباضية وني كتاب للشيخ السليمي مهم جدا في معرفة الاصل الاباضية وكذلك ينورين الشيخ السليمي يعدد يحاول قيع الكتوب الاباضية من القادمة نصد ومن كل يجيت داني وني يعني آآ او انتوني دلمجموعة من ذاكرة عمان امزوا ربما اداني العصاميون هذا الاخ الكريم يسمى آآ سالم بن خلفان الراجدي وني في الحقيقة يجوكت مبادرة مهمة جدا يعني يعني سيماني سنتا يألف هذا الكتاب ويطبعه ويطبعه على حسابه يسمى يسلم مرجان في احكام القرآن لوض في الجزء الثامن من مجهوداته الخاصة تأليف وحدة سنتا يتويت العلمات صحة نصي طبع من يعني من نفقته وآآ كذلك وني آآ غسان بن محمد الحبسي هاي كذا كانوا قصص لعلماء عمان الصحابة العمانيون وني احمد الشبلي آآ وني كذلك يقل كتاب بغية الادراك في حكام صلاة الاستدراك يويد ديس مية واثنوع عش مسألة في استدراك الصلاة آآ امور واحاديث الوخو طب دلائل وني كتاب مهم جدا طربوي يبهى نسمس دلائل الاعتقاد عند العبادية اديت عبارة عن انبتل الانجمي قن حد حتى طلبت يعني قن حدا نجمي للسعزم ديس ديس تمارين ديس اشياء في قضية العقيدة يبهى مهم جدا هذا الكتاب وني لأول مرة يكتب هذا الكتاب ندرس الامام محمد بن عبدالله الخليلي محمد بن عبدالله الخليلي امام حكى مع عمان لمدة اثنين واربعين سنة اثنين واربعين عام انت يحكم عمان ونشر العدل ونشر يعني العلم وبسط العلم وبسط الرخاء واعتبر من اكبر ايمة عماني موت سنت سبعة وخمسين ونيو يوري غفس يتغي جوكت المدرسة يعني مدرسة العلماء يتخرج نسيس في كل اهدي ميسمس يكسر دلما في العصام يوم دراسة حول طلق واثره على نفس نفسية المرأة العمانية شيخ حمود بن حميد الصبافي ونيسي من العلماء الى الموجودين لغرس مركز السيفي كبير جدا يعني في الطربية والتكوين اللي يتكون ديس طلبة ونيو يجو يجد دراسة حول المدرسة ونيو كذلك الشيخ سعيد بنو خلفان خليلي واراؤه الكلامية وني كذلك من العلماء الكبار اه يعني اه قمس المحقق اه كذلك اه مهمات زوبسي دليل الى اهل الاستقامة حجاب المرأة بين السائل والمجيب كنينو اوكل ده مسمس ده يعني ده مدن عصاميين ونيو ديق القاضي قل قاضي ارجز دزعلك العمور يعني حقيقة له همة وله نشاط مهم جدا يطبع يتألف صغرس يطبع صغرس يتمنى دامنا الكتوب الصدود من غرنا يألفان غول كتاب مسمس دية المرأة في الشريعة الاسلامية وكذلك يألفانا يقل كتاب مسمس اثر القواعد الفقهية في التطبيق الجزء الاول والجزء الثاني يطبع اثنية طبعة اولى يكمل السن الطبعة الثانية ادب القضاء سنكتوب ادب القضاء وادب القضاء في الاسلام ونيو كذلك يكلم يعني نفس القاضي مسمس الشيخ زهران بن ناصر بن سلم الراجدة جهد المقيل في الديات والقرش والقتل قاع من قضايا الجروح يقن حد يغلام موتوا معي يقن حد يرزى صغير سبتت بالتدية السيقن حد يخبشي كل هذه المسائل الفقهية يتناول عن طبعة الصحاب بالتفصيل ونيو وحد كل هذه الكتب خمسة كتب يتولت من اطباعته بنفسه ونيو ديقن باحث حقيقة يعني اسم السلم بن سعيد البسعيدي ونيو آية من آيات الله والسي والقليل الكلام وقليل البلوز امام الناس في العام الواحد السوفوغد ما بين ثلاثة الى اربعة كتب بالتأليف والطباعة يعني حقيقة يعني يقن حد ونيو مهم وني ديك الشخصية من الشخصية العلمية السياسية البارزة في عمان باسم الصالح بن عيسى الحارتي ونيو دي من نيس من الشخص يعني عيسى بن صالح الحارتي ونيو دي الشيخ الامام السليمي ونيو دي من ميسوني ونيو كان صديق الشيخ ابو اسحق في مصر لذاني كان يذوذاني عن قضية امامة عمان وكل هذه القضايا يجسر في حياته ايها الاخوة الكرام لوقتي التوشن احملك يود لا تنش مقدر نغياء وجر يعني على وقت يكمت اود غير عشرين اعتادisse مؤلث لك ابتاe وسحت الفرصة بان كان قامكم ب Det soms من خاطر اصدغ ناكي قام ب Det aynı خاطر دي سحولي ما يقارب على مية وعشرين عنوان الان و BIس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه إن شاء الله ربما في فرصة أخرى أنكمل البقية في هذا الموضوع خطر والذي زوى تنقدر ربما سأتنقدرنا وربما نتجاوز الوقت ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم بارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمسلين سبحان ربك رب العزة يا مناسفون والسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين